بحضور سمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسي وسباق الخيل نظم النادي اليوم السباق السابع عشر لهذا الموسم والذي يقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكأسي شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وكأس النادي الملكي للغولف وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير وبحضور عدد من أصحاب السمو مثلي الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة رئيس التنفيذي بشركة بنغاز بتقديم كأس الشركة للشوط الثاني للمالك الفائز أحمد يوسف عبدالله وكأس الشركة للشوط السادس إلى المضمار الفائز جابر رمضان فيما قام سيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي ببنك البحرين والكويت بتقديم كؤوس البنك للشوط الثالث إلى المضمار الفائز يوسف طاهر وكأس الشوط الرابع إلى المضمار الفائز يوسف البعينين وكأس الشوط الخامس إلى المضمار الفائز جيمس نيلور وكأس الشوط السابع إلى عبدالله فوزي ناس فيما قام سيد ستيف بتقديم كأس النادي الملكي للغولف للسيد عبدالله فوزي ناس ترجمة نانسي قنقر